بالله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلب بالصف الحادي عشر للمسار العلمي ومسار الإنسانيات أقدم لكم درس صمم إعلانك الخاص في جزئه الأول ضمن الوحدة الأولى التصميم الرسومي تطرقنا سابقا إلى مفهوم الإعلان وهو عبارة عن رسالة وحادية الاتجاه بين المرسل والمستقبل يقوم هذا الإعلان على عدة مبادئ منها اختيار العنوان الجيد طلب إجراء من المتلقي اظهار مصداقية المنتج التركيز على ما يقدمه المنتج للمستهلك التركيز على المنافع وليس على الميزات تضمين المعلومات المناسبة إذن نحن الآن أمام رسالة أو أعلان سوف نقوم بالتسويق له سواء بطريقة تقليدية تتضمن الوسائل الإذاعية والمطبوعة إضافة إلى الإعلانات الخارجية أو بطريقة إلكترونية تتضمن الإعلان عبر الهواتف النقالة وشباكة الأنترنت لإيصال إعلان للمستخدمين يمكننا استخدام العديد من وسائل الإعلام نذكر منها الإذاعة التلفاز الهواتف النقالة وسائل الإعلام عبر الأنترنت الإعلانات الخارجية وأخيراً الوسائل المطبوعة لكن قبل إرسال هذا الإعلان إلى المستخدمين وجب التركيز على جانب مهم وهو التصميم الرسومي أي التركيز على شكل وجاذبية الإعلان يمكن أن يكون هذا التصميم على شكل تصميم للشركات تصميم التسويق والإعلانات تصميم المنشورات تصميم الويب تصميم أدوات التغليف للمنتجات وأخيراً تصميم الحركة مراعين في ذلك عدة مبادئ منها التوازن المحاذات القرب التباين وأخيراً التكرار أما أهدافنا لهذا الدرس فيتوقع أن يكون الطالب قادراً على أن يعرف الشعار أولاً يذكر خطوات إنشاء الشعار يميز المكونات الرئيسية لواجهة برنامج أنكسكيب ينشئ الكائنات في لوحة التصميم يحول الكائنات إلى مسارات وأخيراً يكرر الشكل في لوحة التصميم سوف نتعرض في هذا الدرس إلى المصطلحات التالية منشور إعلاني فلاير النقاط الطرفية نودز مسار باث في هدفنا الأول سنتعرف على مفهوم الشعار وهو علامة رسومية أو رمز يستخدم للمساعدة في التعريف والترويج لهوية الشركة وتمييزها هذا وكنا قد أشرنا في الدرس السابق إلى أن هدفنا النهائي هو صنع بعض المنتجات مثل الكرات والقمصان والقبعات لبيعها لزملائنا كهدية تذكارية في كأس العالم قطر 2022 قبل البدء بإنشاء هذه اللافتة الإعلانية المطوية يجب أن ننشئ شعاراً يتم طباعته على تلك المنتجات وللقيام بذلك علينا أولاً البدء بخطوات إنشاء الشعار وهي الخطوة الأولى تتضمن رسم الكرة رسم مجموعة من الخطوط المنحنية كتابة النص قطر 2022 لتظهر كما تشاهدون في هذه الصورة أما الخطوة الثانية فسوف نقوم بإضافة الشعار إلى لافتتنا الإعلانية الترويجية ليظهر كما تشاهدون في هذه الصورة بعد تشغيل برنامج انكسكايب والذي يعد من التطبيقات ذات الإمكانات العالية لإنشاء الرسومات وهو تطبيق مفتوح المصدر يستخدم في العديد من المهام الرسومية تتكون واجهة هذا البرنامج من شريط الأوامر شريط التحكم بالأدوات نجد هنا يمينا شريط الالتقاط بعد ذلك نجد خصائص النوافذ في الأسفل هنا نجد لوح الألوان هنا نجد شريط الحالة أما هنا فنجد لوحة ومنطقة التصميم وأخيرا نجد هنا يسارا صندوق الأدوات لإنشاء الكائنات في لوحة التصميم اضغط أداة إنشاء النجوم والمضلعات نقوم بالضغط أولا على أداة إنشاء النجوم والمضلعات اضغط على شكل المضلع من التبويب نقوم بالضغط على شكل المضلع اضغط في منطقة الرسم لرسم المضلع ننتقل إلى منطقة الرسم ثم نقوم بالضغط ثم نسحب ونفلت الشكل ليظهر كما تشاهدون هنا لدينا شكل خماسي في هدفنا الخامس سوف نقوم بتحويل هذا الكائن إلى مصار لتظهر عليه بعد ذلك نقاط طرفية في كل ركن من أركانه تسمى نودز فيتم بذلك تحريكه وتعديله بسهولة للقيام بذلك اضغط أولا على أداة التحديد ثم اضغط على تبويب path ثم object to path عزائي الطلبة كما تشاهدون هنا لدينا شكل خماسي سوف نقوم بالضغط على أحد أضلعه ضغطا مزدوجا لقد تم إضافة نقطة طرفية نودز إضافية يمكننا استخدام هذه النقطة لتشكيل شكل سداسي يمكن تغيير النقاط الطرفية الثانية ليظهر لدينا شكل سداسي كما تلاحظون في الهدف الأخير سوف نقوم بتكرار الكائن لكي نستكمل رسم الكرة إذن نحتاج إلى خمسة أشكال سداسية الأضلع بدلا من تكرار الخطوات ذاتها لإنشاء كل شكل سداسي سوف نقوم بتكرار هذا الشكل معتمدين على عدة طرق مختلفة إذن أولا نقوم بتحديد الكائن ثم نقوم بالضغط بزر الفارع الأيمن ثم نختار بعد ذلك نقوم بسحب الكائن المكرر كما تلاحظون أعزائي الطلاب أصبح الآن لدينا شكلين سداسيين قمنا بإضافتهم عن طريق الضغط بزر الفارع الأيمن سوف نتبع الطريقة الثانية وهي استخدام أزرار لوحة المفاتيح وذلك من خلال الضغط على زر كنترول بلاس دي أصبح الآن لدينا ثلاث أشكال سداسية بقي لدينا الآن شكلين لاستكمال الكرة سوف نقوم بإعادة خطوات إنشاء هذا الكائن من خلال الضغط على هذا الشكل بعد ذلك نقوم بالسحب والإفلات داخل منصة الرسم لنقوم برسم هذا الشكل الخماسي ثم نقوم بتحويله إلى مصار من خلال الضغط على زر التحديد ثم Path Object to Path ثم نقوم بالضغط المزدوج على أحد أضلاع هذا الكائن نقوم بالضغط المزدوج على أحد الأضلاع أصبح لدينا الآن شكل سداسي سوف نقوم بتكراره متبعين الطريقة الأولى وهي الضغط بزر الفارع الأيمن ثم Duplicate نقوم بالضغط على زر التحديد لتحديد الكائنات ثم نقوم بتشكيل الكرة والتي تتكون من خمسة أشكال سداسية لتغيير هذه الأشكال يمكننا الضغط المزدوج عليها لإظهار النقاط الطرفية Notes بعد ذلك يمكننا تعديل شكل الكائن كما نريد لتنسيق الكرة والآن أعزائي الطلاب لننجز مع النشاطنا الأول ضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة وعلامة خطأ أمام الإجابة الخاطئة فكر جيدا عزيزي الطالب قبل الإجابة برنامج انكسكايب هو برنامج مفتوح المصدر الجواب صحيح برنامج انكسكايب هو الأدات الوحيدة التي تمكننا من إنشاء الرسومات المتجهة الجواب خطأ حيث أنه يوجد العديد من البرامج التي تمكننا من إنتاج الشعارات نذكر على سبيل المثال برنامج فوتوشوب إذن برنامج انكسكايب هو ليس بالأدات الوحيدة التي تمكننا من إنشاء الرسومات المتجهة لتغيير الكائن إلى مصار نقوم بالضغط على Object to Path من تبويب Path الجواب صحيح في نشاطنا الثاني سوف نقوم بمتابقة العبارات التالية تندرج أدات Stars and Polygons ضمن Toolbox لتحديد الكائن نستخدم أداة Select Tool نقوم بتغيير الكائنات إلى مصارات بغرض التعامل معها وتحريكها بسهولة أكبر أعزائي الطلاب بعد أن انتهينا من أهداف درسنا لنستذكر معا ما قمنا بتناوله فقد تعرفنا أولا على مفهوم الشعار والذي يعتبر علامة رسومية أو رمز يستخدم للمساعدة في التعريف والترويج لهوية الشركة وتمييزها يرتكز تصميم هذا الشعار على خطوتين أساسيتين تضم الخطوة الأولى رسم الكرة رسم الخطوط المنحنية وكتابة النص قطر 2022 أما الخطوة الثانية فتضم إضافة الشعار إلى اللافتة الترويجية بعد ذلك تعرفنا على الآدات التي قمنا باستخدامها في تصميم هذا الشعار وهي برنامج انكسكايب الذي يعتبر برنامج مفتوح المصدر ثم تطرقنا إلى خطوات رسم الكرة بدءا بإنشاء الكائن حيث قمنا بإنشاء كائن خماسي كما يظهر في الصورة التالية بعد ذلك قمنا بتحويل هذا الكائن إلى مصار حتى يتسنى لنا تحريكه وتعديله بسهولة كما يظهر في هذه الصورة وأخيرا قمنا بتكرار هذا الشكل مستخدمين في ذلك زر الفارع الأيمن ولوحة المفاتيح كما يظهر في هذه الصورة أمامكم هذا وسوف نستعرض في الدروس القادمة باقي خطوات رسم الشعار والمتمثلة في رسم مجموعة من الخطوط المنحنية وكتابة النص قطر 2022 وبعد ذلك إضافة الشعار إلى لافتتنا الترويجية وبذلك أعزائي الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق ترجمة نانسي قنقر